بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم معتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغبام ونزل الملائكة تنزيلا المنط يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعطو الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي نعدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر المكان وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظارمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقلونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسه أفلن كون يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوى أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحنته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحني به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لأنذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نديرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرد المحرين هذا عدل فرات وهذا ملع أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يطرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما رسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما سألكم عليهم أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحم الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن بسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحنا لأنسك لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون للرب سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم نصرف ولم نقدروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولاك يبدن الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعنينا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولاك يجزون القرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعدوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آيتي فضلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدة إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا بسوف سيأتيهم أرباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أرباء ما كانوا به يستهزئون أولم نروا إلى الأرض كم توبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قاوم فرعنا لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذب ويضيق صدري ولا يزلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دنب فأخاف أن يقدل قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمع فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني سرائن قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففورت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني سرائن قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجن قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاقلون قال لئن اتخذت إله غيني لأجعلنك من المسدون قال أولو جئتك بشيء مبين قال بأي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزغ يده فإذا هي بيضاه للناظر قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمر قالوا أرجيه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل صحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوما تم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكم فألقي السحرة قالوا آمنا برب العالم رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطيانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لدميع حادرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها بني سرائل فأتبعوه المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدرك قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوغ العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وعمعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واطل عليهم النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلابا فنظل لها عكف قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ها كنتم تعبدون أنتم وآباءكم النقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العلمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسعيني وإذا مرق فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب غب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبيه إنه كان من الضال ولا أتخزني يوم يبعثون إلا من نت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للقاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والقاوين وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لناك الرطيب فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوكم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيع وما سألكم عليه من آجر إن أجري إلا على ربنا عالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كان يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما نبطارد المؤمنين إن أنا إلا ندير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجوم قال ربي إن قومي بما كذبون فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنديناه ومن معه في البلغ المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إن قال لهم أخوهم هود ألا يتتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبلون بكل ذيع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم دبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعوت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح أدا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعي وزروع ونخل طلعها هضيم وذنعتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يبسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فاختي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيع وما سألكم عليه من آجر إن أجري إلا على رب العلم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعون وما سألكم عليه من آجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي لوطن لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القال رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله من الكرب العظيم فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مقرا فساء مقر درين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله باطعا وما سألكم عليه من آجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين قالوا إن مات من المصحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصدقين قال ربي أعلم بما تعملون فاخذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثره المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين ما زل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم تكن لهم آية أن يعلمه يعلمه علماء بني سرائيل ولو نزله على بعض الأعجمين فقرأه عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سلخناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغدة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعدابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها مندرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول فلا تدعوا مع الله إلى آخر فتكون من المعدبين وأنذر عشيرتك النقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العلم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك النثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأمنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارة سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلوا فلما جاء هامودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه وأنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتزك أنها جاء ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقبة المسلمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمن ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من وطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا نهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملتوا يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضحكم من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا أن ترضاه وأدخلني من رحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الضائبين هلأ أعدب أنه عذابا شديدا أو لا أذبح أنه أو لا يأتي أني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحظ بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وددت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم وما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدق دائمكم ثمن الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إني كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمر قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفري تنر الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبان وني أشكر أم نكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافر قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العلمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاكم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قول الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهطي يفسدون في الأرض ولا يسلعون قالوا تقسموا بالله لنبنتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل العطيب من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الضابرين وأمطرنا عليهم مقرا فساء مقر المنذر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أم ما يشركون صدق الله العظيم ونشفرا ونشفرا ونشف